تجارب صاروخية تكاد لا تتوقف هذا هو حال شبه الجزيرة الكورية وهو ما أكده الجيش الكوري الجنوبي بإعلانه إجراء الجارة الشمالية تجربة جديدة أطلقت خلالها عدة صواريخ من طراز كروز باتجاه البحر الأصفر سول ذكرت أن مخابراتها بالتعاون مع الولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة من التجارب المتنوعة التي أجرتها بيونج يانج في الأسابيع القليلة الماضية هذه السلسلة تضمنت مؤخرا محاولة فاشلة لإطلاق قمر صناعي في نهاية الشهر الماضي في إصرار من كوريا الشمالية على المضي قدما في خطتها غير مكترسة بمخاوف أجارتها الجنوبية أو تحذيرات الولايات المتحدة تجربة تأتي بعد نحو 24 ساعة فقط من إجراء بيونج يانج محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة الأرض المحرقة ركزت فيها على استهداف مراكز القيادة الرئيسية والمطارات العملياتية سبق هذه المحاكاة إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على جزء من تدريب شارك فيه قادة وأقسم الجيش بأكمله بهدف إعدادهم لحرب شاملة مع الجنوب هذا التصعيد بررته بيونج يانج بالرد على مناورة عسكرية مشتركة بين سول وواشنطن واعتبرتها بما ثبت خطط لشن هجوم نووي استباقي من جانب الولايات المتحدة شكرا للمشاهدة